أولاد يعيش ولاية البوليدة اهتز حي بن عمور اليوم يعني قبل يومين على وقع وفاتي مرأة تبلغ 26 سنة وبنتها 3 سنوات اختناقا بالغاز وأيضا كان هناك في مناطق أخرى في أربع مدن وصلونيش كلهم هنا لكن كنت تبعت الموضوع كان هناك في أربع مدن عدد الوفيات كانت وصلت نتمنى المساعدة يبعث لي الملف كامل كان هناك 16 قتيل وأربع جرحة أو مصابين باختناقات في حالة خطيرة جدا لا نعرف مصيرهم لكن حدثت في عدة مدن وهؤلاء مما ماتوا ماتوا وهذا يتكرر كل عام في الجزائر يتكرر بنسب مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى بنسب هائلة وهو الاختناقات بالغاز والسبب الرئيسي لهذه الاختناقات بالغاز في الغالب هذول عندهم الاختناقات في الغاز يختنقون بالغاز القرعة يعني في الغالب البعض يختنق أيضا بغاز الغاز دوفيل وهو راجع أساسا إلى هذا الأدوات ليشروح الفورنوات هذون اللي يستخدموهم سواء للطياب أو لتسخن باش يسخنوا أو باش يطيبوا أو أغلبية ما يباع في الجزائر أغلبية هذه الأدوات أغلبيةها في الحقيقة تشترى من دول وهي من نوعية رديئة في الغالب من نوعية رديئة إضافة إلى أن أحيانا أصلا يتم تركيبها بتركيب خاطئ أو استخدامها استخدام خاطئ لكن نوعية أصلا رديئة لماذا؟ لأنه في الغالب جزائر بزار ولت فعذوا المستوردين يروحوا يشروعوا أرخص ما هو موجود في السوق لما يتسوقوا في الصين أو يتسوقوا في الهند أو يتسوقوا في أي بلد من بلدان العالم ومرض حتى يجيبوا سلعة سيجند هاند يعني دوزيما فيروحوا يجيبوا أرخص ما هو موجود في السوق وأرخص ما هو موجود في السوق بطبيعة الحال تأخذ أدوات من نوعية إذا ما كانت شرديئة ما تكون جيدة يطلق هنا يرجع على من تعود المسؤولية؟ تعود على المسؤولية على اللي ماسك الرقابة أنت دخول سلع على الجمارك وعلى مجموعة من الأجهزة اللي تدفع لها أموال واللي دورها المفروض هو دور رقابي لكنها ما تقومش بدور رقابي لأنهم إما فاشلين وما يعرفوش يقوموا بالعمل إما مرتاشين إما الثنين في الغالب تلقاهم فاشلين ومرتاشين يعني اللي جاي بسلعة انتع خمسين مليار ولا مئة مليار تعفور نواة تعطياب ولا تعطي سخان والله يمد منهم خمسمائة مليون أو مليار وتفوت تفوت الأمور حتى بدون رقابة حتى بدون تتبه حتى ويموتوا الناس لأنه في الغالب هذا وش موجود في الأسواق؟ بعض الأشياء اللي هي معقولة أو هي عندها مستوى معروفة على مستوى جيد عالميا هذه تلقاها غالية جدا ولا يشتريها إلا أولئك الذين لديهم إمكانيات مادية بحق أغلبية الناس تلجأ إلى هذه المواد الرديئة لأنها رخيصة المسؤول على هؤلاء الذين يموتون ابتداء أولا طبعا بالتأكيد قد تعقع مسؤولية على من يستخدم هذه الأدوات لكن ابتداء تقع على من في يده الاستيراد على من في يده الرقابة على ما يسمى بالجمارك على مختلف الأجهزة الرقابية اللي المفروض تقوم بدورها للأسف لا يقوم بدورها رحم الله هؤلاء ورحم الله كل من يموت مظلوما في البلاد ليس ذلك حسب دعلكم تابعتم أول أمس انفجار في مركب غازي المركب الغازي الرئيسي في سكيكدا واللي أدى إلى قتل أحد العمال وجرح تسعة آخرين بعضهم جروحهم سيئة وهذا مرة أخرى راجع لمشكل رئيسي وهذه ليست أول مرة هذه الانفجارات في سكيكدا أو في حسين رمل أو في حسين مسعود رأيه تحدث بشكل مستمر يكاد يكون بشكل شهري كين هناك وأحيانا بشكل أسبوعي وأحيانا ما نسمعوش بيهم يعني خاصة في الجنوب في سكيكدا نسمعو بيها لأن هذا المركب مش بعيد على وسط المدينة مش بعيد على السكان ناس تشوف وش يحدث تشعل في النار ناس تشوفها في المدينة كلها وهاي آخر ما حدث هو موت هذا العامل اللي كان مفروض يقوم بالصيانة وتسعة آخرين طبعا راح ما يسمى بالوزير وما يسمى بالمدير العامل صنعت راحك إلى آخره وباش يغموا الحالة لأن المشكلة مرة أخرى في هذا الوضع هو الصيانة وأنهم لا يقومون بأعمال الصيانة وبالأعمال الرقابية التي يجب أن يقوموا بها في مصنع هائل مثل هذا ودوره خطير في الاقتصاد الوطني لأن الجزائر لا تصدر إلى غاز وبيترول بكل أسف فإنهم لا يقومون وكثيرين يعتقدون أن هذا المصنع اللي موجود في سكيكدا هو قنبلة موقوته ستنفجر يوما وقد تؤدي إلى مقتل المئات أو حتى الألاف لا قدر الله ولذلك أنا أوصي من هنا أهل سكيكدا أن لا تسامحوا في هذا الموضوع وما تقول شنا راني بعيد على زوج كيلومتر ولا ثلاثة كيلومتر ولا خمسة كيلومتر من هذا المكان ممكن ما تصليش رأي إذا وقع هذا الانفجار لا قدر الله قد يؤدي إلى دمار المدينة بأكملها وقد يصيب الناس بشكل رهيب هذا العصابة لا يمكن أن نستيخ فيها باش تسير قطاع تسيرا منطقيا عقلانيا كما تسير هذه القطاعات في أي بلد يحترم محترم ويحترموا فيه نفسه وكما قلت هذه الأحداث رمي جديدة يعني رأي حدثت في عدة أماكن آخرها شفنا في البيض أعتقد قبل سنة أو وينفجر هذا البايبلاين وأدى إلى قاتل عدد من الأشخاص وإلى هلع وإلى خوف ومن حين لآخر تشوف بالتصوير الناس يصوروا حتى أيضا قبل الأسابيع فقط كانت الناس صوروا أن هناك تسرب للغاز وخبروا في إحدى المدنسية المدينة وخبروا صنع الغاز وخبروا الجهات لكن ما جوهمش وقع الانفجار وماتوا ناس خاصة اللي كانوا قراب من مكان تفلت الغاز تسرب الغاز مرة أخرى هنا نرجو إلى نظام حكم عاجز وفاشل ويضع العاجزين والفاشلين والمفسدين في مناصب والشعب يدفع الثمن ومرة أخرى الشعبية فالثمن كما قلت أحيانا أيضا هناك مسئولية للناس مسئولية للأفراد اللي ما يخذوش أو يخذو الأمور بطريقة ماهي جدية تماما يعني اشتركوا في القناة